بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزائل ومواساة إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة عزام خليفة بوفاة شقيقته المناضلة صفيناز خليفة بعد حياة حافلة بالنضال الوطني وقال الدكتور بن دغر في البرقية رحم الله صفيناز خليفة المناضلة والثائرة في صفوف جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل وأحسن مثواها وأسكنها فسيح جناته ورحم الله كل مناضلات وثائرات حرب التحرير في الجبهتين التحرير والقومية طلائع الحركة النسوية وكل من ساهم منهن في بناء الدولة في اليمن الديمقراطية حيث كانت عدن مركز الإشعاع الأولي التي ولدت وترعرعت فيها فقيدتنا المناضلة وفيها نشأت حركة نسوية ثائرة في كل جنوب اليمن بل وكل اليمن فالصبر والسلوان لآل خليفة